مشاهدين كرام ننتقل بكم مباشرة إلى نيويورك حيث يعقد مجلس الأمن الدولي حاليا جلسة إحاطة بطلب من الجزائر والسين وروسيا بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية لبحث الوضع الإنساني في غزة ويستمع الأعضاء بمجلس الأمن إلى إحاطة من المسؤولين بالأمم المتحدة حول آخر تطوراته في قطاع غزة بالسبع عشر من تموز يوليو العام 2024 وخلال إحاطة هنا في المجلس حول الحلف في أشرق الأوسط قضية فلسطين رئيس مكتب من العام أدل ببالي من العام وأخترنا في هذا البيان واقتبسوا أن نظام الدعم الإنساني في غزة أوشك على الانهيار التام بينما تواصل إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في قطاع غزة إضافة إلى انهيار تام للنظام العام نهاية الاقتباس ومنذ أسبوع تردد قرير واضح أن الوضع لا يزال مزريا وفوضويا ونكى استمرار للعمليات العسكرية مما يفاقم من أزمة إنسانية بائسة بفعل 274 من العاملين في المجال الإنساني من في ذلك 197 من الأنروا قد فقدوا حياتهم منذ 7 من أكتوبر 2023 نقلقنا ورود تقارير أن هناك أوامر إجلاء جديدة صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية والتي تطالب بنقل فوري للمدنيين من المناطق التي كانت في البداية التي كانت في البداية تعتبر مناطق آمنة إنسانية في مناطق المواصي بخان يونس ومناطق أخرى هذه الإجراءات لا تتنقض فقط مع أحكام القانون الإنساني الدولي ولكنها تؤدي إلى اضطراب واكتراب نفسي للمتأثري من في ذلك خوف وقلق واكتراب على المدى الطويل الهجمات على قوافل المتحدة وعلى العملين في المجال الإنساني تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وتقف عائقا أمام قدرة الوكالات الإنسانية على توصيل المساعدة الحيوية للمدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها وهنا ندين الهجمات الأخيرة على قوافل الأنروا وقوافل اليونسيف وقوافل اليونسيف كان بها خمس أطفال خمس أطفال فلسطينيين من في ذلك راضيع كان مفترض أن يتم لمشمله مع أبيها النزوح الجماعي والاقتضاظ في المخيمات كلها تؤدي إلى حالة بائسة في مجال الغداء والملجأ والمساعدة الطبية